بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وعلى نعمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وراعوا حقوق إخوانكم فإن المسلمين في الجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضاً فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإخم والعدوان فقال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإخم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد هذه الأخوة وهذا التعاون فإن المسلمين يكونون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فإذا دب بين الإخوة من النجاع والاختلاف ما يخل بهذه الأخوة وقد يخضي إلى التقاطع أو إلى سفك الدماء وإلى التفرق فإن الله أمر بالإصلاح أصلحوا بين أخويكم والإصلاح هو تسوية النزاع بالعدل بأجل أن يزول الخلاف وتبقى المودة والتراحم والتآله بين المسلمين ولذلك حرم الله الغيبة والنميمة لأنهما يفرقان بين المسلمين ويحقدان بعض المسلمين على بعض ونهى من المسلمين اعتناق الأفكار التي تفرق بين المسلمين في عقائدهم أو في اجتماعهم ونهى عن كل ما يؤثر على هذه الأخوة والمؤمنون والمؤمنون إخوة سواء كانوا متعاصرين أو غير متعاصرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوه الرحيم فالمؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة يدعو بعضهم لبعض استغفر بعضهم لبعض استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ويترحم بعضهم على بعض أحياء وموات هذا شأن المسلمين دائما وآبدا وهناك حقوق فردية بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع جنازته هذه هذه من حقوق أفراد المسلمين بعضهم على بعض حق المسلم على المسلم ست أي هذه الست من جملة الحقوق وإلا فالحقوق كثيرة بين المسلمين لكن هذه الست من أهمها إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه قل السلام عليكم وإن زدت فقلت السلام عليكم ورحمة الله وإن زدت فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فقال السلام عليكم فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام وقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون ثم جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون فسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الأول الذي قال السلام عليكم له عشر حسنات والذي قال ورحمة الله له عشرون والذي قال والذي قال وبركاته له ثلاثون والله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا فالبداءة بالسلام مستحبة ورد السلام واجب فردوها والسلام يكون بالمشافهة للمار ويكون بالمصافحة للجالس ويكون بالمعانقة للقادم من السفر كل هذا مما يوثق المحبة بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فأنت تسلم على المسلم سواء عرفته أو لم تعرفه لأنه مسلم ولا تقصر السلام على من تعرفه قال صلى الله عليه وسلم سلم على من عرفت ومن لم تعرف والسلام دعاء السلام دعاء من الله بالسلام لأخيك المسلم أو هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فأنت إذا قلت السلام عليكم فإنه يذهب ما في قلبه من وحشة ونفرة ويأنس بك أما إذا لم تسلم عليه فإنه يكون في قلبه شيء من النفرة والوحشة والشكوك فالسلام فيه سر عظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته وسلم عليه وإذا دعاك فأجبه إذا دعاك لبيته لحضور مأدبة لمناسبة لمناسبة إذا دعاك لحضور مناسبة زواج أو غير ذلك فمن حقه عليك أن تجيبه تأليفا له وتطمينا له وتأنيسا له فإن كان لك عذر بعدم الحضور فإنك تعتذر إليه ولا تتركه وإذا استنصحك أخوك طلب منك النصيحة شاورك في أمر فإنك تشير عليه بما تراه الأصلح ولا تقصر في ذلك أو تقول أنا ما علي هو يطلب منك النصيحة تبدلها له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامتهم كذلك كذلك من استنصاحه لك إذا تعامل معك ببيع أو شراء أو إجارة أو مقاولة أو غير ذلك فإنك فإنك تنصح له ولا تغشه ولا تخنه ولا تخدعه فإنه إنما تعامل معك ثقة بك فكن عند حسن غنه بك ولا تخدعه أو تغشه أو تخونه وكذلك إذا أودع عندك وديعة فاحفظها فإنها أمانة إذا أتمنك أخوك على شيء على مال أو على سر أو على أي شيء من الأمور فإنك تحفظ أمانته ولا تهرِّط فيها فهذا من النصيحة وإذا عطس أصابه العطاس فهذا نعمة من الله على العطس فيحمد الله على ذلك فإذا حميد الله فشمته أي قل له إذا عطس وحميد الله فشمته وقل له يرحمك الله قل له يرحمك الله فإذا قلت له يرحمك الله فإنه يرد عليك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أي كلام أطيب من هذا الكلام يا عباد الله بين العاطس المشمت وبين المشمت الذي يدعو له بالرحمة فالتشميت معناه الدعا له بالرحمة وإزالة الشماتة عنه فإذا عطس وحميد الله أما إذا لم يحمد الله فليس له حق عليك في أن تشمته لكن تنصح وربما يكون جاهلا أو غافلا فتقول له قل الحمد لله أما إذا كان العطاس نتيجة لمرض كزكام ونحو ذلك فإنك تدعو له بالشفاء وإذا مرض أصابه مرض وقعد في بيته فإنك تزوره وزيارة المريض من أفضل الأعمال تزوره لتؤنسه وتدعو له بالشفاء وتفتح له باب الأمل الطيب وحسن الظن بالله عز وجل وزيارة المريض لا تكون كل يوم وإنما تكون يوما بعد يوم إلا إذا كان المريض يؤثر ذلك أن تأتيه كل يوم فحق إقرابته وكذلك لا تثقل الجلوس عند المريض لأنه قد يتضايق لما فيه من الألم فإنك لا تطل عنده الجلوس إلا إذا كان يؤثر ذلك فإنك تجلس عنده بقدر بقدر ما يحتاج إلى الجلوس وإذا مات أخوك المسلم فإنك تحضر جنازته تحضر جنازته هذا من حقه عليك تحضر جنازته فتصلي عليه وتدعو له وتتبع جنازته إلى المقبرة حتى يدفن فهذا من حقه عليك أو أنك تحضر الصلاة عليه وتدعو له ثم تنصرف وإذا تبعته إلى المقبرة حضرت دفنه فهذا أفضل فالذي يصلي على الميت له قراط من الأجر والقراط مثل الجبل العظيم والذي يتبع جنازته حتى يدفن له قراطان كل قراط مثل الجبل العظيم فهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فتواصوا بها وعملوا بها تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأذكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله وكما ترون والشكوى إلى الله في هذا الزمان كثرت القطيعة بين المسلمين والتهاجر والتدابر حتى أصبح لا يعرف بعضهم بعضا وقد لا يدري عن أخيه حتى يموت فهذا إضاعة للحقوق بين المسلمين وقطيعة فعليكم أن تنتبهوا لذلك لأن بعض الناس إنما يواصل من يواصله أو يواصل من ينفعه وأما من لا يواصله أو لا ينفعه بشيء من أمور الدنيا فإنه يقاطعه قال ابن عباس رضي الله عنهما فقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا فحق الإيمان وحق الإسلام فوق كل منفعة وفوق كل صلة فلا تنسوا هذا وفقكم الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذل شذل في النار إن الله وملائكته نصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين العمك المهديين أبي بك وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعيز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما فيه الصلاح والخير للبلاد والعباد اللهم وفقه لما فيه صلاح الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم اللهم أصلح بطانته وأبعد عنه بطانة السوء والمفسدين ربنا تقبل منا إن كانت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأبقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر من الله